اشتركوا في القناة بشأن تعديل المادة واحد من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة وقرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وقرر المجلس الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ومن ثم انتقل المجلس إلى بند الاقتراحات برغبة حيث تم استعراض عشر رغبات وقرر المجلس الموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة كما وفق المجلس على إدراج أربعة اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال وقرر الموافقة عليهم وإحالتهم إلى الحكومة مناقشت عدة توصيات خاصة بلجنة المرافق العامة والبيئة هذه التوصيات أتعت بناء على مقترحات برغبة تمت دراستها من قبل اللجنة وتم أخذ رأي الحكومة فيها ومرئيات الجهات الأخرى جميع هذه المقترحات برغبة وهذه التوصيات تصب في صالح الوطن والمواطن منها طلب استبلاكات عامة ومنها أيضاً إلغاء الفوائد المترتبة على القروض الإسكانية عرض اليوم التغرير النهائي للرد على الخطاب الملك السامي لسيدي جلالة الملك المعظم على المجلس وتم أيضاً قبلها في اللجنة دراست خطاب جلالته وتم الاهتمام بمسؤولية كبيرة وتكليف الممنوح من المجلس حيث قام بتحليل الخطاب السامي بدقة وعناية وعدت اللجنة الرد بصيقة تعكس رؤية واضحة وطموحات تسعى لتحقيق عمال أبناء الوطن تم مناقشة المشروع بقانون بتعديل المادة واحد من القانون رقم 28 لسنة 2006 في احتياطي الأجيال باستقطاع من واحد إلى خمسة دولار لسعر البرميل أيضاً يضم ويهدف هذا المقترح بوضع وزيادة إرادات لصالح الصندوق للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر